فرحب بكم عزيزيزي ومشاهدين حلقة جديدة من حلقات الاسلام تحت المجهر خللينا نقول برحب أختي فرحة زي كاملان بيك يا مارين سهلا بيك حلقة النهاردة بعنوان الصلاة على النبي طبعا يا فرحة احنا منتكلم في حاجة النهاردة ايه مشهورة جدا يعني هل هل عطرت بأمك بالصلاة على النبي صلي على النبي وزي يطبخ يقول لك صلى على النبي بيعملوا أي حاجة طب صلى على النبي أي موضوع بين اثنين خناء بين اثنين طب صلى على النبي صلى على النبي الأول على أساس الانتهديه يعني خلين نشوفوا القرآن بيقول ايه في صورة الأحزاب ستة وخمسين بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله والملائكة يصلوا على النبي فعلا مضرع مستمر بالظبط فبيقول يا أيها الذين أمانوا صلوا علي أنا أسألك سؤال لما أنا أقول صلى عن نبي أنت أتعمل إيه أقول عليه اللهم صلى علي صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن أنا أعمل إيه أنت بترجع الصلاة لله لله مرة كمين صح طبيعا الله بيصلي صح وأنا دايما يا فرحة أقول مثل علشان الناس تفهم دلوقتي واحدة ست وقفة مثلا بتخسل مواين يروح العيال وراها يعود يقول إيه ما هم أخسل المواين ما هم أخسل المواين ما هم أخسل المواين ما هم أخسل المواين يفضل وراها وراها كده ما هم أخسل يبقى العيال دي إيه يبقى في حاجة في مخة حاجة خلط الله بيصلي اللهم صلي اللهم صلي الله طبيعي بيصلي فعله من دارها مستمر بالظبط وبعدين هو بيقول لك يا أيها الذين أمانوا صلوا عليه انت بتعمل ايه غير ان انت بتقوله انت صل انت يعني انت ما بيصلوش المشكلة في الموضوع ده ايه ان الله ما تدلهمش الطريقة اللي يصلوا على النبي فيها حتى لما الصحابة رحولوا قالوا له الله بيصلي عليك طب احنا لما نيجي نصلي عليك نعمل ايه اللهم قولوا اللهم صلي عليك وساعات كمان يفسروننا الصلاة بايه بالبركة هل الصلاة على النبي هي البركة لا يقول لك كن اللهم صلي على محمد وقالي محمد كما صليت على قالي إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وقالي محمد الصلاة حاجة والبركة حاجة لان الاتنين موجودين في التشاهد اللي بيقولها المسلم في الصلاة البركة شيء والصلاة شيء يبقى فيش منطق لما يقول ان اللهم لقيتوا يصلوا ما خلاص عايزي تاني يعني ما الله بيصلي يالذين اعملوا صلوا يعني رجعوا ان الله يصلي في نقطة كمان يا مارينا هنا هل صلاة الله لا تكفي لا تكفي لا فمحتاج الله يقول للناس صلوا عليه لا الله بيقول للناس خلوني أصلي كمان وكمان طبعا انت بطبيعي بتصلي ماشي هو محمد اتزنق اتزنق في كورنر لما سألوه قالوا له الله بيصلي عليك احنا بقى نصلي عليك ازاي مع الاية بتقول يا ايون لدينا صلوا علي قال اقولوا اللهم صل على النبي يبقى هو مزنوق في كورنر ده السؤال دي نقطة النقطة التانية ان الله وملائكته يصلون على النبي هل مش كفاية صلاة الله عليه هل دي مش كفاية طب في ناس مسلمين بيقولوا لك انه ده معناه انه يا رب ارحمه لا الله في ناس مسلمين قالوا كده يا رب ارحمه طب ارحمه من ايه طب ما ارحمك انت حبيبي ارحمك انت ايش معنى هو هو ليه بيشحت الموضوع ده طيب خليني انت خلصت نقطتك طيب في حديث بيقول ايه عن انس ابن مالك المحدث الالباني صحيح النسائي وده هتلاقوه على الشاشة من صلى علي صلاة واحدة ده مين محمد اللي بيقول نرجسية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله علي عشر صلوات نعم على الشخص اللي بيصلي صلاة واحدة بيشحت صلوا علي يلا عشان انتم اللي هتاخدوا الجواز ماشي وحطت عنه بصي بيحفزهم على ايه وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات كل ده خلص مسلم ما عمدش حاجة يقعد كلا صلى 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 بس ما عمدش حاجة غير كده بالزف يبقى كده كل الخطيئة بتاعته راحت واترفع درجات 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 عشر درجات دي حاجة سهلة يعني ايه ده عشان كده المسلم الحل عنده صلى على النبي ايه ده انت قدمت ايه قدمت ايه للبشرية انا بصلي على النبي يا حلاوة والصلاة على النبي تخفر الخطايا وترفع الدرجات تخيلي ومشغلين ربنا بقى انت تصلي علي ربنا هيصلي عليك وهيخفر لك وهيخفر لك وهاملك ويخفر لي الخطايا وهيرفعني عشر درجات ويقعد يصلي عشر مرات علي الله الله اللهم عندوش شغلانة غير لا ده المسلم كمان المسلم بيقوله محمد بيقوله بوش اللي حيصلي علي حتى هتاخد كده وكده الجواز بتاعتك هده ايه بيقولك ايه هنا بقى تعليق انا بقول ان محمد بياخد جواز لما اصد المسلم بياخد الجواز لما بيصلي على النبي ليه فيه بقى حديث بيقولك ايه عشان يحفز المسلم لما تقول الواحد يا بخيل دي زم ولا لا هنا بقى بيقول ايه البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه طبعا عشان كده المسلم اول ما تقولي الرسول يقولك حتى لو كان في ايه يقولك عليه الصلاة والسلام عشان ما يبنش بخيل يشوفي بيخوفهم من ايه لان البخل ده حاجة قبيحة في الانسان لما يكون الانسان بخيل يقولك ده بخيل فقال لهم ايه البخيل من ذكرت عنه فلم يصلي عليه ايه الكلام ده طيب انا حاسة انه محمد شغال شغلي شحتين بصراحة هو عايز يكون مركز تفكير المسلم طول الوقت شغال مركز تفكيره اه ان شاء الله محمد هو مركز تفكير المسلم طول الوقت بالزبط بالزبط كده صدلي خلينا كمان بيقول ان رجلا قال يا رسول الله اني اكسر الصلاة فما اجعل لك من صلاتي قال ما شئت فالراجل قاله ايه قال السلس قال ما شئت وانزدت فو خير لك الى ان قال اجعل لك صلاتي كل صلاتي اجعل لك كل صلاتي قال استكفي همك استكفي همك وطبعا الحديث قدامكم ده فتح الباري بالابن حجر العسقلاني والمصدر هيكون قدامكم ويخفر لك يا زنبك ما معنى الكلام ده يا مارين يعني ايه اجعل لك صلاتي كلها اجعل لك صلاتي كلها يعني ايه ما انا مش عارفة يعني ايه اجعل لك يقول له التلت طب الربع طب الربع طب التلت طب النص هي الصلاة بتتقسم حتة زي الطرطة كده اجعل لك صلاتي كلها واللي يقصد الصلاة الصلاة اللي هي بيصلوها المسلمين استكفي همك ويخفر لك يا زنبك يعني انت دي هتحش همومك وتسهل حياتك بس برضو التقسيمة دي لما بيقول قال له التلت يعني مثلا لو أربع ركا أنا مش فهمها أجعل لك يا صلاتي يعني إيه هم يفسرون لنا بقى الكلام ده ياريت المسلمين يطلعوا يفسرون لنا الراجل بيقول أجعل لك يا صلاتي قال لك التلت والصلاة دي مش بتكون لربنا أصلا بالزبط أجعل لك يا صلاتي ليه أنت إله أصلا أنا عايزين نفهم إيه معنى وهل الصلاة فيها التلت والربع والنص وليه كلها أنا نراوي أباية بن كعب والمحدث بن حجر العصر بدل ما يقول له استغفر الله العظيم ليه كده ليه كده تجعل ليه صلاتي الصلاة لله يعمل له كده لكن قال له ما شئت قال التلت قال ما شئت وينزت فهو غاية بوسي وينزت فهو خير لك آآ يعني كمل ده ناخد الصلاة كلها ده إله يا مارينة ده آآ هو عامل نفسه مركز تفكير وهو أنت فكر كمسلم من مركز تفكيرك صح هو رسول الإسلام بالزبط فيه حديث تاني بقى رواه الترمزي قال عن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض ده بيفكرني بفيلم بين السماء والأرض الدعاء موقوف لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيا يعني يا حرام المسلم يبقى قاعد كده يصلي يدعي 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 الدعاء يدعي ربنا ربنا ما بيسمعش موقوف لغاية لما يقول عشان كده تلاقيهم في صلاة الجمعة يقولك إيه يبتدوها بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وينتقوا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وفي النص الدعاء هم مش عاملوا قريب وقفة أو كده بالزبط إيه الوقفة دي قالوا إن يوم الجمعة الجاية إحنا مش هنعمل حاجة غير إن إحنا نصلي وسلم على سيدنا محمد في كل المساجد عشان الغلا يترفع غلا أكتر زاد يا مسلمين الغلا زاد والدنيا بقت كربة أكتر وليه كده بالعكس بتحصل معهم بالعكس شوفت الصلاة عملت معكم بالعكس فقعدتوا الدرواش دي اسمها نظام الدرواش فبيقول كده قال ابن كسير إسناده جيد وحسنه الألباني في صحيح الترمزي ده مين ده إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك الله أكبر ده بصراحة يعني حاجة صفر على الشمال وحسنه الألباني قلت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وخلاصة القول بيقول كده أن الحديث بمجموع هذه الطرق والشواهد لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله على أقل الأحوال ما رواهد ترمزي يعني الحديث مظبوط تبقى أنت مسلمة يا فرحة أنت كنت بتعرف الحديث ده خالص بالمرة يعني كتير من المسلمين بيتفاجئوا إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك على فكرة ده كتير بيتفاجئوا بالحديث ده يقولك فين عمرنا ما شوفني فين بيقولك مما رواهد ترمزي موقوف عن عمر عنه له حكم المرفوع فقال الحافظ العراقي وهو إن كان موقوفا عليه فمثله لا يقال من قبل الرأي يعني عمر ما بيقولش رأيه وإنما هو أمر توقيفي فحكم حكم المرفوع يعني حاجة كأنها عن الرسول مرفوع للرسول طيب دلوقتي الله ملائكته بيصلوا على النبي بيصلوا على النبي الملائكة بيصلوا على النبي ازاي ما احنا هل بعدين بيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يعني الله بيعمل نفس الفعل بتا الملائكة العمل بتا الملائكة حلو يصلون على النبي ليه ما أنا عايزة أعرف نفس أعرف إيه اللي فيه عشان الله يكرس الله والملايكة والمؤمنين يصلوا عليه في نقطة مهمة برضو يا فرحة في سورة الأحزاب دي نقطة خطيرة جدا إن الله ملايك تصلون على النبي يا أيها الذين أمانوا صلوا عليه وسلموا تسليما التسليم لمين لكن هنا بيقول هنا سلموا تسليما مش من السلامات سلامات لا أنا بسلم نفسي لفلان المفروض يبقى التسليم لله مش للرسول يبقى التسليم هنا للرسول صح فإنت إزاي برضو يعني أنا هنا إنت مركز الكون كله حتى مركز الله نفسه سلموا لك تسليم سلموا لك كيف تسليم سلموا حياتهم لله بدل ما يسلموا حياتهم لله سلموا حياتهم لمحمد سلموا تسليما فإحنا بنتساءل يعني إنت إزاي كمسلم يعني طبعا إنت كمسلم هل ده مش شرك يا مارينا قمة الشرك ده مشغلين ربنا عند محمد ده الله والملائكة بيشتغلوا عند محمد إن الله والملائكة يصلون على النبي يا إيها الذين عملوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإنت كمسلم يعني بتفكر فيها ويخلي صلاتي للرسول ويصلي على النبي أنا بشوف إنه هو عايزي شغل المسلم عن التفكير صلي 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 أول صدقيني أول ما المسلم يقول ليه صلاته والسلاته الله ما صلي على النبي ولا مش عارفة إيه تبص تلاقي فيه جمود في التفكير حتى في الخطبة الأول يبتدوها كده تصلوا على النبي علشان إيه الناس إيه يديهم بقى المعلومة يديهم أكلهم حاجة زي السم كده ويقبلوها عادي فأنا بحس إن دي زي التعويز ممكن صح عملية تعويزة عشان يشربوا بصوا ده الله نفسه اللي بيسلم الله نفسه اللي بيصلي على هذا اللي يقوله محمد بيمشي وفي نفس الوقت يا فرحة يعني دي حاجة خفيفة كده في الحلقة نفس الوقت لما يكون واحد عمل مشروع وخسر وبتاعي يقولك كسبنا صلاة النبي يعني يعني ولا حاجة يعني بتتريقوا يعني إحنا مش فاهمين بالضبط الشعب المصري بتتتريق لما تقول كسبنا صلاة النبي كسبنا صلاة النبي يعني إيه مش عارفة مفكرتش فيها قبل كده لما واحد يخسر حاجة وقوله طب انت طلعت من الشغلان إيه يعني لا هو عايز يقول إيه آه أنا فكرت فيها دلوقت بيقول أحسن حاجة أنا كسبتها إنها صلاة النبي يعني أنا خسبت في المشروع ده بس كسبنا صلاة النبي أهم حاجة صلاة النبي بس أنا بشوفها بطريقة تريقة كسبنا صلاة النبي يعني مش حاجة الحلو اللي إحنا بنحبه آه 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 إحنا بنحب كل المسلمين يعني آه 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 المسلمين ما أنا بقولك المسلم البسيط ما أحددش حد آه آه فده بيقولها كده لكن هي في أعماقها إن كفاية علينا هي صلاة النبي طيب تحبي نراجع الموضوع بسرعة عشان إحنا النهاردة بنتكلم عن شي خطير جدا إن المسلم بيعمله اللي هو يقعد بيصلي على النبي آه فأنت لما بتيجي تصلي على النبي أنت ما بتعملش حاجة أنت بترجع الصلاة لله لله يا الله صلي يا الله صلي كأنك أنت بتشغل ربنا عند يعني صلي اعمل اعمل بتشغل ربنا عندي وإنت بتشتغل عند عنده برضو آه هو قالك قول كده قول كده آه آه فأنت تروح تقول لربنا والملايكة برضو تروح لربنا تقول له إيه صلي 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 والملائكة برضو بتشتغل عنده يبقى الله والملائكة هم اللي بيشغلين عند محمد هو المركز الله بيصلي وانت بتقول كمسلم صلي يا اللهم صلي وسلم يا اللهم صلم هو بيصلي طبيعي هو ايه مشغل الله بيصلي من ناحية وانت بتطلب من ربنا يصلي عشان لو نيسي ولا حاجة عرفع يعني الدعاء اللي يتوقف ده بين السماء والأرض اللي لما يصلي عن النبي ويقول الراجل اللي قاله خلي لك صلاة ايه قاله لو توصل كلها يعني انا عايزة اقول زي نكتة يعني من يدير العلم والرسول والله يصلي عن نبي من الذي يدير العلم والله هو هو اللي بيصلي على النبي والله بيصلي عن النبي من الذي يدير العلم يشوما بيسألونا السؤال ده لما بيقولوا من يدير العلم والمسيح كان في بطة من الذي يدير العلم من الذي يدير العلم هو قاعد يصلي عن النبي مشغول طول الوقت كان التراكيك وبيعرف يعمل كل حاجة وهو يصلي برس هل أنت مدرك ما معنى أن الله وملائكته يصلون على النبي هل الصلاة هي البركة لا احنا قلنا الصلاة غير البركة في الشهادة فكر يا مسلم فكر يا مسلم قد إيه أن الأمر في منتهى الخطورة أنك وانت بتقول في التشهد اللهم صلي على محمد اللهم بارك على محمد إذن الصلاة غير البركة وليه اختار اللفظ ده دي حاجات لازم ياريتك تنهي فإحنا النهاردة عايزينك كمسلم تفكر الأول مرة يعني ايه تخلي ربنا يصلي مش مثلا ربنا يبارك لا ربنا بجلالة نفسه يصلي وجلمة صلاة هي يعني أنا بصلي ربنا أنا كإنسان أنا اللي بصلي ربنا ربنا عمره ما هيصلي لنا ولا يصلي علي أنا لا أنا إنسان أنا اللي بصلي ربنا وبتكلم مع ربنا وبعبد ربنا عن طريق الصلاة ففكر في الموضوع ده النهاردة بكل النقطة اللي احنا قلناها ونلتقي بيكون في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر